أهلاً بكم في فيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن أسباب ظهور حبوب داخل جفن العين وعلاجها يخلط البعض بين حبوب العين والكيس الدهني فالكيس الدهني لا يظهر داخل الجفن وإنما على حفته أو خلف الرموش بينما حبوب العين تحدث نتيجة العوامل الآتية يعد العامل الرئيسي وراء ظهوره داخل جفن العين هو الإصابة بعدوى البكتيريا التي تتسبب في التهاب الغدة الدهنية والتي تتعرض للانسداد في تلك الحالة وهي تعرف باسم بكتيريا المكورة العنقودية تحدث الإصابة بالعدوى البكتيريا نتيجة لمس اليد وهي غير نظيفة للعين واستخدام العدسات اللاسقة دون تعقيمها واستخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وتطبيق المكياج وتركه طوال اليوم دون إزالته وكذلك الإصابة بالتهاب الجفن من بين الأسباب الأخرى وراء الإصابة بهذه الحالة هو الإصابة بالظفرات والتي تنتج عن ظهور حبوب وردية أو حمراء أو صفراء في الجفن العلوي حدوث إصابات في القرنية من الخدوش مما يترتب عليه إصابة الجفن بالالتهابات والتي ينتج عنها تورمه وظهور حبوب بداخله الإصابة بسرطان العين حيث أنه يتسبب في تلف الإبصار وتعرض الجفون للالتهابات ولكن هذا العامل من العوامل النادرة لأن نسبة الإصابة بسرطان العين ضئيلة للغاية الإصابة بالشحيمات وفيها تتراكم المواد الدهنية والبروتينات نتيجة للتعرض المباشر لأشعة الشمس الضر أو إصابة العين بالجفاف وتظهر بالتحديد في المنطقة البيضاء من العين باتجاه الأنف وهي عبارة عن بقع صفراء اللون ارتفاع نسبة هرمون الكوليستيرول في الجسم والذي ينتج عنه حدوث رواسب الكوليستيرول وظهور حبوب بالعين إصابة البشرة بالحروق والتقرحات التي تنتج عنها ظهور حبوب تعرف باسم حبوب الميليا وهي تحدث أيضاً نتيجة كثرة التعرض لأشعة الشمس واستخدام مستحضرات التجميل الغير مناسبة للبشرة الإصابة بالتهاب جفن العين والتهاب الملتحمة التحسسي الإصابة بحب الشباب والوردية الإصابة بحساسية العين نتيجة تعرضها لمؤثرات خارجية مثل المواد الكيميائية أو تناول بعض الأدوية أعراض الإصابة بالحبوب داخل الجفن الشعور بعدم الراحة نتيجة إحساس المريض بوجود جسم غريب داخل العين الإصابة بحساسية الضوء كثرة الإفرازات الدمعية ظهور تجمعات من القشور عند الجفن الإحساس بالحقة وصعوبة الرؤية في بعض الحالات إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر